موسيقى اصعد الله صباحكم متابعين اينما كنتم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين الى مغادرة الاحياء الشرقية لمدينة حلب ووحدات من الجيش والقوات الرديفة تستعيد السيطرة الكاملة على مشفى الكندي وعلى تلة ام عبو جنوب البانوراما في دير الزور تطبيق قانون الارهاب الامريكي سيبدأ قريبا جدا والمحامون يجمعون الادلة ضد النظام السعودي والدعاوى جاهزة هل كان اوباما جادا في معارضته القانون متابعينا نرحب بالدكتور اكرم الشلي الخبير في ادارة الازمات والحروب الاستباقية اهلا ومرحبا بكم دكتور اهلا وسهلا بكم حقيقة والله نبدأ من هذا البيان الواضح للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والذي تدعو فيه جميع المسلحين في احياء حلب الشرقية الى مغادرة هذه الاحياء وترك الناس المدنيين السكان يعيشون حياتهم الطبيعية باستمرار كما تعلمون بان الدولة تعمل كالاب لابنائها وبالتالي تعطي الفرص وتمد الاياد الى الجهات المختلفة سواء المواطنين الذين يعيشون بحال من الفاقة تحت سيطرة المسلحين للمناطق التي تحت سيطرتهم او سواء للمسلحين انفسهم وقامت بهذه المسألة المسألة مرات متكررة وتقوم بها ايضا باستمرار مستقبلا وهي على استعداد فيما لو عادوا هؤلاء المسلحين الى رجدهم لكن بكل اسف هم لا يملكون القرار القرار يأتي من الخارج ممن يقوم بتزويدهم ودفع لهم اموال وبالتالي هم الذين يقررون الموافقة وعدم الموافقة ولذلك البيان القيادة العامة الصادر صباح هذا اليوم هو بمثابت يعني عمل خير قامت به القيادة باتجاه المسلحين رقم واحد ثم المواطنين الغير آمنين تحت هيمنة وسيطرت هؤلاء من اجل وضع سلاح لكن بكل اسف كنت اتمنى من الجهات المعنية ان يكون التوظيف لهذا البيان بشكل ان يعطي حالة من الطمأنين لهؤلاء الارهابيين المسلحين ولا يكتفوا بان يقولوا بان الجهات من القيادة العسكرية السورية والروسية تقوم بأطاهم وتؤمن لهم تؤمن ضمانات كاملة وتقيم المساعدات لان هؤلاء هم يعني رقم واحد يعتبرون الجيش السوري والقياء والجيش الروسي او الجهات الروسية هي جهات عدوة بامتياز لهم وبالتالي ما هو المطلوب من جهة نظرة كان بالحد الأدنى أن يضاف إليها جهة ذات بصداقية إليهم ذات وسوقية سواء من لجان المصالحة أو من جهات المنظمات الهلال أو الصليب الأحمر أو ما شارع من هذا لماذا تستبعد هذا الأمر في دارية وفي كثير من المناطق جرى كانت الضمانات من الجيشين العربي السوري والروسي وأيضا كان هناك دور للوجهاء من داخل هذه الأحياء لماذا لا ينعبون الوجهاء داخل الأحياء الشرقية هذا الدور هل هذا مستبعد؟ لأنه لا يتضمن البيان تدخل أو إشراك الوجهاء أو جهات المصالحة وبالتالي وإنما هو بالمطلق يعني باستمرار تقوم القيادة العسكرية والسياسية على رأسها بتقديم مثل هذه الاستعداد لأن يخرج هؤلاء المسلحين بشكل آمن من مناطق السيطرة عليها في الجغرافية السورية لكن بكل أسف يعني هناك أمثلة كثيرة على ذلك لقدمت الدولة مشاريع مصالحات وهناك وجهاء وهناك رؤساء لعمليات المصالحة بعد أن تصل المصالحة إلى الذروة نفاجأ بتهديم كل ما تم بناءه من عملية المصالحة في تكسية والهامة في هذه الأيام السالفة الأربعة أيام السابقة وصلت المصالحات إلى حد أن تنتهي هذه المسائل وهذا التوتر وقائف الهامة وتظاهر المدنيون في الشوارع للضغط على المسلحين وهذه معلومة وعن مطلع قريب جغرافيا من المنطقة وقاموا بالاشتباك مع بعض المسلحين عندما أطلق بعض المسلحين النار على هؤلاء المتظاهرين واشتبقوا معهم وتمكنوا هؤلاء المواطنين من أخذ بعض الأسلحة من المسلحين وطردهم من بعض أطراف الساحة التي كانوا يتظهرون بها إذن ما السبب الذي عطل هذه العطل أتت أوامر مؤكد من الخارج بأن يعطلوا هذه المصالحات بعد أن وصلت إلى الحد النهائي وخروج لمن لا يرغب بتسويت أوضاعه إلى المناطق التي يرغب بها بضمانة القيادة السورية إلا أن فوجئنا بشكل مباشر انهيار المصالحات وعطى الجيش هدنات لأكثر من ساعات لكن بكل أسف لم تستجيب الجهات الإرهابية المسلحة بالعودة إلى الوضع الحالي في الأحياء الشرقية في حلب هل تتوقع استجابة مع هذه الدعوات وهذه اليد الممدودة من قبل الدولة السورية وأيضا هذه الضمان إذا صح التعبيل أنا أجزم بأن هناك الكثير من المسلحين وخاصة المضلل والمغلوب على أمرهم الذين تم تسليحهم بالقوة من قبل العناصر الغريبة الإرهابية الغريبة التي تسيطر على المواقع وعلى الميادين في تلك المناطق لو لها أولا لقام كل غالبيت السوريين بإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم وتسليم أوضاعهم مع الجهات المعنية في القيادة السورية سواء العسكرية أو السياسية إلا أن هؤلاء يعطلون كل أشكال المصالحات لأنه ليس من مصلحتهم للأسباب تؤدي إلى ضعفهم كقوة على الأرض وبالتالي يمكن أن تعطى المعلومات الدقيقة والتفاصيل الكاملة عن تواجدهم في تلك الأحياء للجهات السورية ولذلك لا يقبلوا بأي شكل بالأشكال المصالحات بالوقت الحالي وبالمضى المنظور والأسباب هناك جهات خارجية لهؤلاء الذين يقوم بالتمويل والذين هم صنعوهم سواء الجانب التركي وأنا أقول رقم واحد التركي والسعودي والقطري لكن بأوامر وتعليمات من أسياد الجميع المخابرات الدولية سواء السياي اي اي أو المساد الإسرائيلي هم الذين دائما وأبدا يعطلوا كل غالبية أشكال المصالحات التي تدفع بها الدولة باتجاه المناطق التي تسيطر في حال لم يستجب هؤلاء المسلحين لهذه اليد الممدودة وهذا الإعلان الواضح والمباشر هل ستكون في صالحهم التعنت والبقاء في مواقعهم نحن نرى الجيش وتابعنا الجيش العربي السوري في محيط الأحياء الشرقية وأيضا حقق اختراقات في الأحياء الشرقية يعني تؤشر على تقدم للجيش العربي السوري أستاذ أولا ليس من باب المبالغة وهذه حقيقة لدينا جيش خبر كل أشكال الحروب سواء بالخارجة أو بالداخل وهو مسلح بخبرة كبيرة بهذه المجالات مجالات الحروب والمواجهات والقضاء والسيطرة على أي منطقة عندما يأخذ القرار ويتم التعامل مع أي جهة خارجي عن القانون أو التي ترفع السلاح في وجه الدولة أو التي تقوم بالاعتداء على المواطنين وعلى حرومات ومسلسات الدولة الرسبية لذلك نعم عندما سبت الجيش مواقعه بداير مدار وحول كل المناطق التي تسيطر فيها المسلحين فبكل تأكيد الهزيمة لهؤلاء مستقبلا وبالمستقبل القريب أيضا وهنا قرار حاسب من القيادتين السورية والروسية بالحسم المطلق وبإنهاء مشكلة حلاب بشكل نهائي وفي القريب سواء القريب أنا لن أقول وأضع مددا زمنية لأن الحروب تخرج فيها بعض القصص والمشاكل والعوامل والاعتبارات التي لم تكن بالحسبان وبالتالي في المدى المنظور سيتم القضاء والانتهاء من كل هذه المجامع وخاصة في مدينة حلب طيب بمعنك خبير في الأزمات والحروب الاستباقية كيف يمكن أن توصف المعركة الجارية حاليا على جبهات الأحياء الشرقية لحلب هل هي حرب استباقية أم هي لا هي استعادة مواقع وتحرير الناس من المسلحين أم الأثنين معا الأمرين معا أولا المجموعات المسلحة موجودة في المكان وهي تقوم بكل أشكال العمليات القصر صحيح للأحياء الآمنة صحيح وغير الآمنة ولمؤسسات بمدفعي جهنم أو بقزائف الهون أو بالمفخخات أو بمهاجمة حواجز الجيش والجهات الرديفة المختلفة والقوات الصديقة إلى آخره وبالتالي هنا كلمة الحرب الاستباقية عندما تقوم أنت بعمل إجراء أو عسكري قبل أن يتم الحدوث أما الحادث قائم والحرب دائرة وقائمة وبالتالي عملية هي كسر إرادات أو كسر عظم كما يقال بالمنطق العام لذلك هنا قيام الجيش بهذه العملية بشكل الجزئي والمستقبلي بشكل شامل فيما لا يخضع للدعوة التي قابلت بها القيادة السورية نعم سيكون هناك اشتياح بشكل كامل لكل هذه الأحياء بعد أن تم إنزار أو إعطاء تعليمات الأخوة المدنيين من ابتعاد عن الواقع المسلحين في هذه المناطق من أجل لابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الصراع وإن كنا نعلم وإن كنا نعلم بأن هؤلاء المسلحين يتخذون من تلك الأحياء ومن تلك الأبنية التي تقف فيها الجهات المدنية دروع تحمي بها نفسها وتعلم بشكل مسبق بأن القيادة السورية أو الجيش السوري وبقوات الردفة من كل الأطراف هي تبقى حزرة من قصف هذه المناطق وهذه الأبنية بسبب وجود مدنيين في داخلها لذلك بكل الأحوال لكن مجبر أخاق لبطل فالجسم المريض سيتم اجتساس المرض منه وبالتالي لا يمكن الوصول إلى ذلك العضو إلا بعد أن يمكن أن تتأذى بعض الجهات من الجسم نفسه وهذه مشيئة الحروب وخاصة دكتور بالفكرة التي تقول أن كل هذا التأخير والتضخيم للمعركة ليس فقط في حلب بل في سوريا هو طبعا من جانب المحور الآخر الذي تقوده أمريكا هو للحصول على أوراق تفاوضية قبل الجلوس في جينيف ولاحظنا بالمراحل السابقة كان كل مرة يتقدم فيها الجيش في مكان يحدث هناك مباشرة تعطيل في جينيف هذه الاستعادة الاحياء الشرقية فيما لو حصلت كيف سيكون انعكاسها على أفاق الحل السياسي نتحدث عن جينيف بالتحديث شوف أستاذ صفوان بكل تأكيد هي تحصيل حاصل موضوع الانتصارات في الميدان ستنعكس إجابا أو سلوان على هذا الطرف أو أوزاق بموضوع التفاوض أو المباحثات حول التسويات سواء الأولي أو المتوسطة أو التسويل النهائي وتسمى التسويل الكبرى ولذلك أي نصر للقيادة السياسية والعسكرية في الميدان سواء في حلب أو على كل جبهات المسارح العسكرية في الجغرافية السورية سينعكس إجابا على أوراق التفاوض بالنسبة لسوريا في جنيف أو في غيرها من أي مكان التي يمكن هل سيقبل الآخرون بهذه الانتصارات هل سيقبلون بالتفاوض هذا التجيش وهذا التهوش من قبل الجهات في الميدان من المجاميع المسلحة في سوريا نتيجة الدفع الخارجي وعملية التهديدات المستمرة سواء كانت حقيقية أو هي بمسابت يعني كلام نظري بالسياسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت أكثر من مرة وأنها ستقوم بتسليح تلك المجاميع بأشكال من السلاح المتطور الذي يمكن أن يؤثر على قلب المعدلات في الميدان من خلال تسليح بصواريخ ضد الطيران أو بأسلحة متطورة حديثة على المستوى لإسقاط الطائرات الروسية مستوى آخر من السلاح الآخر هل هو حقيقي أو هو مجرد كلام في السياسة لكن هذا الكلام قد يصرف في السياسة لكن لا يصرف مبدئيا إذا كان النظري لا يصرف في الميدان إطلاقا لأن الميدان متوقف على من يحقق المكاسب والنصر في كل السيد ديمستورا علق جينيف إذا صح التعبير بناء على مخرجات الحوار الأمريكي الروسي هذه المباحثات وهذه الخلافات يعني يتصل الخلافات إلى ذروة خاصة بين السيد لافروف وكيري ثم نلاحظ بعد فترة بعد يوم أو يومين باتصال هاتفي كل طرف يعود خطوة إلى الخلف هل من المقبول أن يقول ديمستورا أن جينيف مرتبط بنتيجة هذه المحادثات عزيزي ديمستورا ينتظر الأوامر هو لا يعطل وهو لا يقدم ولا يؤخير هو شخص يعني شكل أتو به هو وسابقي من أجل أن يقوم بأدوار معينة تلبي طموحات ورغبات وإرادات الولايات المتحدة الأمريكية وكل الحلف التابع لولايات المتحدة الأمريكية وليس ديمستورا بحد ذاته هذه المنظمة الدولية بكل أسف هي منظمة عنكبوتية من حيث الشكل من حيث الشكل لا تقدم ولا تؤخر سوى تقديم الولاءات للولايات المتحدة الأمريكية وكما قلنا وأسلفنا في مرات سابقة في مجال الإعلام أو غيره بدأ المواطن في كل العالم شعوب العالم يشتكل عليها هذا المسمى بين الأمم المتحدة هو الولايات المتحدة ولا يفرقون بين المصطلحين بالأساس لأنه يعين كل من هم أصحاب قرار في المنظمة إذا كان لهم قرار في المنظمة برضى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن تعينه بدون رضى الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما وأبدا الهيمنة على كل مفصل من مفاصل الحياة في هذا العالم للأسف وعند خروج روسيا كطرف مقابل ضد القطب الأوحد في العالم بعد أن خرج إلينا منذ بداية التسعينات وحتى الأعوام السابقة القصيرة ظهر هذا القطب الجديد مع دول المحيطة فيه لبريكس ما يسمى له الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وما شابه الرديفي بالتالي لم تطمئن الولايات المتحدة لطرف آخر يبزغ أو يظهر كطرف ندي لها في هذا العالم يريد أن يقرر يريد أن يكون له رأي في هذا العالم ورأي مفروض ورأي تحترمه بالقوة شاءت أمام الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف وأيضاً عودنا على بدء لو لا صمود سورية جيشاً وشعباً وقيادة ومؤسسات هذه السنوات الخمس ونيف لما استطاعت أيضاً روسيا بكل أساب أن تقوم بطرح كل هذه الأوراق بهذه القوة وبالتالي أصبحت لها شكل من الندية ودفعت القيادة الروسية السياسية والعسكرية بما أتيت نسبياً من أجل الدفاع والحفاظ على هذا الموقع والتقدم أكثر في المرات المتحدة سور لو عدنا شهر فقط إلى الوراء كان هناك ثلاث جلسات لمجلس الأمن الدولي وعلى هامش الاجتماعات الجمعية للعامل الأمم المتحدة تحت مختلف التسميات حقوق الإنسان وما شابه يعني أغلبية الدول الأعضاء لم تعود تذكر حوار جينيف لماذا برأيك؟ هل انتهى عملياً من خلال ما يقوله الميدان في سوريا؟ أم ماذا؟ أم أنه مؤجل إلى أجل غير معلوم؟ أولاً حضور العضاء وأنت لحظت أصناء وخاصة بجلس الأمن في الجلسات الأخيرة بحضور الممثل السوري هناك الدكتور جعفري والروسي والصيني الأخرية عندما اعترضوا على الاتهامات التي قاموا بها ممثلين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بشكل صارخ ولئيم وحاقد وبعيد عن المصداقية وبعيد عن المسؤولية وبعيد عن الأخلاقية وبعيد عن حتى المبادل الأولي للعمل السياسي المحترم الذي يمكن لأي مواطن وليأي مشاهد ملاحظ أن يقبل ولو بدزيات منه لذلك قاموا بجملة من الافتراءات وكأنه شخص واحد قام بكتابة كل الاتهامات كان ورقة وزعت على الجنة وكانت تصيب مختلفة لكن كانت تفيد نفس المعنى وتريد أن تصيب نفس الهدف لكن كان الرد صاعق من قبل حقيقة ممثلنا في مجلس الأمن وكان يعني شيء بيرفع الرأس حقيقة وشخص ووصف توصيف إلى درجة دفع هؤلاء إلى الانسحاب من القاعة بسبب عدم تحملهم للتشخيص الصادق والحقيقي لما كانوا هم فيه ولذلك أنا لا أقول أخجلوا على أنفسهم لكن دفعوا بشكل لا وعي ولا شعوري من انسحاب إلى الجلسة بكل أحوال موضوع جنيف وغيره تعطى أيضا تعليمات بأن يتم ذكر شيء معين أن يساق شيء معين في الجلسات وبالتالي لم تكن هناك تعليمات من قبل الجهة الراعي لهؤلاء بالحديث عن جنيف أو ما شبه من كل ممكن أن يحدث من عقد مؤتمرات قادمة السبب لأن هناك بعض الأوراق اليوم المتطيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تضع وزارة ويتم الاتفاق على أشياء معينة وهناك إشكالي قائمي بين الولايات المتحدة وروسيا من جانب وبين الخارجي الأمريكي والرئيس من جهة أخرى وبين الرئيس والكونغرس الأمريكي من جهة أخرى وبالتالي أنا لا أريد أن أسفه في الكلام لكن هذه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لكل قارئ ولكل باحث ولكل عارف بمبادئ السياسة تعيش حالة على مبدأ حارة كل من يدوله فتصدر الخارجي بعض البيانات ثم يأتي الرئيس ويطلق بيانات ثم يأتي الكونغرس الأمريكي يعترض على بعض القصص والحكاية والبينتاجون لديه مشاريع وخطة هل هذا مؤشر قوة أم ضعف لأمريكا؟ لا هذا التناقض المرعب هل يعقل في أي بيت من بيوت الدنيا حتى على بسطوة البيوت البحلية الشخصية المجتمعية هل يعقل أن نقول هي دليل قوة؟ وأنا لا أؤمن بهذا الشكل في الحروب السابقة في العراق وقبل وقبل في فيتنام كان هناك تنسيق داخل الإدارة الأمريكية اليوم وكان الأمر مختلف نعم هناك تناقضات مزهلة وإلى درجة السخرية بكل أسف نتيجة هذا التعارض وهذا التضاد وهذا التناقض القائم بين كل المؤسسات صاحبت القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرا وهي ليست صاحب قرار بكل أحوال هناك المجمع الصناعي العسكري هناك الشركات العابرة القارات هناك اللوبيات هي التي توظف مجبوعة أولى وتعطيهم البرامج لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يغيروا ملابسهم بإطلاقا ولا يمكن أن يتدخلوا في تسريح شعر القيادات الموجودة في تلك المؤسسات الأمريكية انعكاس هذا الشيء الحاصل داخل الإدارة الأمريكية على ملفاتنا كيف سيكون في الأيام القادمة هو بكل أسف عمل خربطة ولخبطة في الملفات الدولية كلها بما في البلف السوري أما عزم القيادة السورية والروسية والجهات الرديفة والصديقة عزمها على مواصلة تحقيق الأمن القومي لسوريا واجتساس الإرهاب وطرد هؤلاء البجامي عوقت لهم في هذه المنطقة وهذا عمل دستوري بالقانون الدولي أو بالدستور الدولة أن تكون الدولة مسيطرة ولها سيادة على كامل الجغرافية السورية فإذا كل تلك الجهات عازمة سواء وافقت لولايات المتحدة الأمريكية أم لم توافق على المضي من أجل اجتساس كل هذه الأعمال إذا كانت أمريكا تقول أشياء وبعد فترة تنفذ أشياء أخرى إذا كانت الإدارة نفسها هناك أصوات تقول هذا الأمر كذا يخرج صوت داخل هذه الإدارة يقول الأمور معاكسة كيف ستتعامل موسكو مع الطرف الأمريكي في حل الأزمات؟ أليس من الصعوبة بمكان؟ هو صعوبة بالمكان لكن تعلمت روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي السابق لكن أنا أعول على ما يسمى اليوم روسيا بهذه القيادة العظيمة بوتين تعلموا على أن يمتصوا أعمال وتحصرفات وتفكير وأشكال السياسية التي تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا أنت تلاحظ أيضا البيانات الصارخة ثم يعود بعد زمن أولند لتخفيف اللهجة ثم يأتي البريطاني وخاصة اليوم خرج علينا هذا الوزير الخارجي الجديد المتصاهي الماسوني إلى آخره ويطلق أيضا مجموعة من التصريحات وهو شبيه بتصريحاته وكأنه من مدرسة واحدة مع الجبير السعودي بهذه التصريحات ويدل على شيء يدل على هناك صبيانية في السياسة وهناك جهل كبير في السياسة وفي المهام الملقات على عاتقهم لأن ما يقومون به هناك دول هي صاحبة الشأن والقرار حتى هذا اليوم لم تطلق مثل هذه البيانات وهذه التصريحات يعني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعندما يقومون ببعض التصريحات يتريسوا بمدى وأشكال التصريحات التي تطلق ضد القيادة السورية أو ضد سوريا ضد الجي سوريا أو ضد روسيا حتى لذلك نعم روسيا تنتصر كل هذه الاختلاجات في السياسة الأمريكية لكن بكل أسف عودونا دائما وأبدا على عدم المصداقية وهي جزء من المدرسة التي تربوا بها اللي هي اللوبيات الصهيونية أو اليهودية المتصهينة وسواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها بعدم أن يكون لديهم مصداقية اتجاه كل المواسيق والعهود التي تقطع اتجاه الطرف الآخر بما تحدثت عن الاتحاد الأوروبي وعن فرنسا وهي عضو مؤسس رئيس الوزراء البريطاني تيريزا مي أعلنت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستبدأ قبل نهاية آذار القادم مستعجلون البريطانيون في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي كيف سيؤثر هذا الانفصال على موقف الاتحاد كتلة سياسية؟ أنا أعتقد هذا الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لضعف بعض الدول أصرت على قيام هذا الاتحاد تاريخيا وتوحيد العملة بشكل الشكل الظاهر لهذا الاتحاد كنا حقا سل بهذا الاتحاد لماذا الاتحاد الأوروبي قائم على مجموعة من الدول التي لا يجمع بها أي جمع سوى الجغرافيا بينما الوطن العربي يتحدث لغة واحد وتاريخ واحد ودين واحد وبابا إلى آخره ومع هذا لم نستطع أن نؤمن أي شكل من أشكال للوحدة ولا الاتحاد ولا حتى الوحدات الاقتصادية ما شابه ربما يهمنا أن هناك مستشارين عسكرين بريطانيين ألمانا فرنسيين داخل العراق وتسللوا إلى الداخل السوري كيف سيؤثر هذا الأمر على هذا التنسيق على الأرض؟ عزرا ما كملت بمضوع أنه مستجيل البريطاني البريطانيين لأنه قيمة العمل لدى البريطاني هي أضعاف وضعافة لدى كل العملات في أوروبا على الإطلاق بما في الدولار الجينيه الاسترالييني كان قبل الاتحاد الأوروبي يساوي قيم الدولارين ونيف بينما بعد أن دخل الاتحاد الأوروبي بدأ الاقتصاد البريطاني ينكمش وبدأت تلفهم أزمات وبدأت تزداد حادة البريطاني في المجتمع البريطاني لذلك هناك أصوات داعي وعلى رأس حزب العمال البريطاني وهذا الرجل دائما وأبدا منذ فترات طويلة وهو يصرخ ضد السياسات البريطانية وضد سياسات الاتحاد الأوروبي حول هذه السياسة الرعناء العرجاء التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ولذلك كان الانفصال بتصويت رسمه بالبرلمان البريطاني بمسألة الانفصال وعملية التعجيل هو عملية إنقاذ الاقتصاد البريطاني ومحاولة يعادل تنشيطه من جديد أرجو الاختصار بالشقة الثانية من السؤال هناك مستشارين وهناك تسلل لقوات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الداخل السوري والداخل العراقي هل سيؤثر هذا على التنسيق بين هذه القوات أم على الموقف بشكل عام؟ خاصة أن كل هذه الأطراف هي داعمة لما تسمى بالمعارضة السورية أو وفد الرياض أو وفد إسطنبول وما شابه أنت تقول تسلل هناك معلن رسميا مستشارين عسكريين ورجال استغبارات قوات بريطانية وألمانية وفرنسية وإسرائيلية وأردني وتركي وسعودي وقطري وعراقي وعراقي من المسلحين عزرة يعني من المسلحين وقوات أيضا من كل دول العالم أتوا بها وأنا أقول وبدون تحفظ هناك أكثر من خمسمائة ألف مقاتل في سوريا ومنذ بداية الأزمة قلت هناك بيئات الألاف أجوا بعض الجهات وقالوا يوجد بالبدايات عشر تالاف بعدين عشرين وهذا الجيش العظيم كجيش سوريا المسلح بالخبرة الكبيرة في مجال الحروب لا يمكن أن تقاتله عشر تالاف في بداياتها فإذا كانت هناك مجامع كبيرة لم يفصع عنها لا بالعلام العربي ولا بالعلام حتى المحلي ولا بالعلام الدولي كان يتم التحدث عن مجموعات هنا ومجموعات هناك لكن من البدايات كان هناك تجهيز مئات الألاف من المسلحين على أساس أنهم جيش حر أو على أساس أنهم صوار أو دعم للصوار لكن هم جهات عسكرية واستخباراتية رسمية تقاتل على الأرض السورية تماما للأسف الشديد انتهى وقتنا معك بسرعة كنا نتمنى لو طال الوقت قليلا شكرا للخبير بإدارة الأزمات والحروب الاستباقية الدكتور أكرم الشلي على كل هذه المعلومات والحضور القيم حياكم الله وأبقاكم شكرا والشكر الكبير لكم مشاهدين على كرم المتابعة وإلى اللقاء